تحت شجارة الأكاسيا هذه التي بالكاد تحمي من شمس الصومال الحارقة تنتظر حواء عبدالله محمود وأسرتها منذ عدة أسابيع سقفا جديدا رحلنا بسبب المعارك المتواصلة في دوست ماريب لقد كنا في أمان نسبي بالمنزل ولكن لم يعود بإمكانها البقاء في المدينة واضطررنا إلى الهرب منذ الانتخابات التي جرت في كانون الثاني يناير والتي أتت برئيس جديد يعتبر إسلاميا معتدلا يأمل الكثير من السوماليين أن تنتهي الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد خلال 18 عاما وأن تسترجع بذلك الحياة بعضا من النظام منذ بضعة أشهر وذلك عدد أقل من مصابي الحرب ولكن في الميدان تتواصل المعارك بانتظام إن كانت محلية أو عامة أو جهوية لا تزال مستمرة كما أن وضع اللاجئين زاد سوءا في جوارد ساماريب بسبب الجفاف الشديد الذي تعيشه المنطقة والذي أدى إلى ظهور أمراض عدة فكما في باقي أنحاء وسط السومال لم تمطر السماء هنا منذ عامين لقد فررنا من مقدش قبل سنتين وفي دوساماريب أعانينا من الجفاف ووصل النزاع إلى المنطقة أيضا ما أجبرنا على مغادرة المدينة إن عدام الأمن وتعرض المنظمات الإنسانية للهجمات حرم الملايين من السوماليين المتضررين من الحرب والجوع والمرض من المساعدات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين سومالي في حاجة اليوم إلى المساعدات الإنسانية